إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاح حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو بسم الله الرحمن الرحيم وبهن السعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله من السمع ذات القرآن الكريم من الدوحة في هذه الحلقة من برنامجكم سفينة النجاح وتقبلوا تحيات طاقم البرنامج من التقديم محدثكم عايض القحطاني ومن التنفيذ عبد الرحمن العلي ومن التنسيق والمتابعة توفيق أسامة كما يسرني ويسعدني أن صديفة في هذا البرنامج وفي كل حلقة من حلقاته ضيفنا الدائم فضيل الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكل الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر نرحب بك فضيل الشيخ معنا مرة أخرى وحياكم الله وبياكم مرحبا بكم ورحمة الله مستمعين الكرام حديثنا في هذه الحلقة عن عبادة عظيمة وهي من أسباب الفلاح للمؤمن والنجاة له في الدنيا والآخرة كيف لا وقد امتدح الله العاملين بها فقال في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حديثنا أيها الأخوة والأخوات عن الخشوع في الصلاة والخشوع من الحكم العظيمة لتشريع الصلاة فمن خلاله يقبل العبد على ربه تبارك وتعالى ويكثر من ذكره ومناجاته وتضرعه ويخشع قلبه ويخضع بين يديه فمن أقام الصلاة وراع آدابها وخشوعها كتب الله له أجرا كبيرا وذاق طعم السعادة الحقيقية فما الخشوع وما أهميته وما آثاره وما أسبابه وما هي سبل النجاة لمن لا يخشع ويحاول البحث عن الخشوع في صلاته فضل الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو ربيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر لنتجاذب معه أطراف الحديث عن الخشوع فضل الشيخ ما هو الخشوع وما مفهومه في الكتاب والسنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ووصلي ووصلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بسنته لا يمدين أما بعد فإن للصلاة ظاهرا وباطنا ولها واجبات قلبية وواجبات قولية وواجبات فعلي فواجباتها ثلاثة أقسان أمور من عمل القلب وأمور من عمل الجوارح وأمور من عمل اللسان فواجباتها القلبية ثلاثة أقسان القسم الأول النية والقسم الثاني الحضور والقسم الثالث الخشوع والنية مقصود بها توجه القلب إلى الشيء وإرادته أن يريد الإنسان الصلاة وذلك يشمل تعيين الصلاة المعينة أنها مثلا العشاء وأنه في حضر وليس في سفر أو في سفر وليس في حضر وأنها لهذا اليوم المعين أداء ليست قضاء وهكذا اقتداء بالإمام أو أن يكون الإمام هو الذي ينهي والإمامة هذه النية وهي أسهل أعمال القلب في الصلاة بعدها الحضور وهو أن يدرك الإنسان ما يتصره به فالإنسان من المفروض أن لا يكون غائب وهو في مناجات الملك الديان سبحانه وتعالى لابد أن يكون حاضرا لكل ما يقوله وكل ما يفعله فهو عندما يكبر تكبيرة الإحرام ينبذ الدنيا وراء ظهره بيديه فقد خرج من الدنيا نبذها وراء ظهره وأقبل على الله فلابد أن يكون حاضرا فيفهم ما يقول إذا قال الحمد لله رب العالمين يقف ينتظر جواب الملك الديان ويعلم أنه سيقول حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم يقف ويعلم أن الله يقول أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين وقف وعرف أن الله يقول مجدني عبدي وفي رواية فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين استحضر أنه يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد سواه وأنه يستعين بالله ولا يستعين بمن سواه فحينئذن يستحضر أن الله يجيبه فيقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ويستحضر الركوع ومعناه الخضوع لله ويستحضر الرفع منه كأنه أذن له المجيء مرة أخرى ويستحضر السجود وأنه أقرب ما يكون من ربه وهو ساهد وأنه يتواضع لله بخفض أعاليه ورفع أسافله يخفض أعلاه ويرفع أسفله ويعفر أشرفيه الجبهة والكفان بالأرض حياء من الله وإقبالا عليه ثم بعد ذلك الواجب الثالث هو الخشوع وهو الذي نحن في صدده وقد عرفه العلماء بأنه استشعار الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق الخوف الذي يحصل للبال باستشعار الوقوف بين يدي الخالق الهيبة التي تعتريك عندما تستحضر أنك الآن بين يدي الخالق جل جلاله وأنك تخاطبه كفاحا دون ترجمان وأنه يجيبك ويستمع إليك فكل واحد مننا معشر المؤمنين عندما يقرأ في القرآن امتنان الله على موسى بن عمران أنه كلمه كلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه يقول أي مزية هذه بشر ضعيف صغير يكلمه ذو الجلال والإكرام جل جلاله يقول هذا مكان رفيء جدا له موسى لكن الواقع أن المؤمن أيضا عندما يناسي الله في صلاته فإن الله يكلمه اللهم استعبوا ويقبل عليه وهو في صلاته بل ويضحك له أن الله يضحك للقائم في الصف وللمصلي في جوف الليل فلذلك لا بد أن يخاف من هذه الهيبة من هيبة الملك الديان سبحانه وتعالى وهذه الهيبة تقتضي منه قشعريرة تقتضي منه دمعا تقتضي منه رجبة هذه أوصاف بدنية ليست هي الخشوع وإنما هي آثار آثار الخشوع نعم هذه الآثار آثار تتخرج على الجسم نعم منها القشعريرة الجسمية كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومثل ذلك فيض الدمع كما قال الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيضوا من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وكما قال تعالى في سورة الإسراء وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وكذلك ما يحصل للإنسان من الانتفاضة والرجبة التي تحصل له من شدة الهيبة فهو يرى أن الله يكلمه أنه يخاطب ربه كفاحا دون ترجمان ليس بينه وبينه أحد ولا ترجمان وأنه ألهمه أفضل الكلام ليكلمه به فإن من نعم الله العظيمة علينا أن عرفنا ماذا نخاطبه به لأنك إذا عردت بين يدي الملك الديان ولتتذكر صغرك ولتتذكر كبرياء الله وجلاله ماذا تقول لا تستطيع أن تخاطبه بشيء لأنك تخاطب المخلوقين مثلا تقول السلام عليكم الله هو السلام تقول حياك الله الله هو الذي يحيي كان الناس في جاهلية يقولنا أبيت اللعنة في خطاب الملوك والله جل جلاله وملك الملوك فألهمنا الله هذه الخطبة العظيمة نلقيها بين يديه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي أم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وعلمنا أن ندعوه وأن نسأله وعلمنا أن نسبحه في ركوعنا وصيودنا وأن نثني عليه بما هو أهله فهذه الأوصاف التي تحصل للإنسان حينئذ هي هذا الخشوع وهو من الصعوبة بمكان يصب على الإنسان أن يناله كثير من الناس لا يناله مثلا إلا في ركن واحد من أركان الصلاة وهذا القدر الواجب لكن أي ركن حصل به فقد حصل الوجود ولو كان في آخر صلاته وأعرف بعض الناس أخذه وصف عظيم من الحياة من الله بسبب أنه قرأ الآيات الثلاثة الأولى من الفاتحة التي هي خطاب لله ولم يخشع ولم يحضر فلما وصل إلى قوله إياك نعبده أيضا لم يخشع ولم يحضر لما وصل إلى وإياك نستعين وتذكر حاجته إهدنا الصلاة المستقيم خشع فاستحيا حياة شديدا ما هذه الأنانية ما كان لله لم يخشع معه الله مستعى وما كان لي حضرته وخشعت فيه وكان بعض السلف إذا انتهى من صلاته يستحي حياء البغي عند انتهائها من زناها بعض الهدات يستحي إن يفرغي منها حياة حين فراغها البغي لأنه يرسل هذه الصلاة المدخولة المعلولة إلى الله جل جلاله الله مستعى أحصر ولذلك لا بد أن نحاول الجهاد النفسي على الخشوع كل إنسان مننا يجاهد نفسه ليتعلم الخشوع في الصلاة نعم طيب حال النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام والذين نتأس به هو الذي نتعلم منه هو النور الذي وجده الله لنا عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله عليه الصلاة والسلام في خشوعه فضل الشيخ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله جل جلاله بأن شق صدره وأزال منه المضغة السوداء فأصبح خليلا لله جل جلاله ويتخلل حب الله قلبه والمقام الخلة أعلى مقامات العبودية مقام الخلة يقتضي أن الإنسان لا يحب أهلا ولا مالا ولا جاها ولا مكانة ولا أي شيء إلا الله يحب الله سبحانه وتعالى فقط ولذلك فإبراهيم ابتلاه الله قبل أن ينال هذا المقام فلما أحب وطنه وأهله أمر بالهجرة فهاجر من العراق إلى الشام حتى يتخلص حتى من والديه ووطنه ثم بعد ذلك لما رزق ولدا حليما عليما على حال كبر وحاجة أمر أن يحمله وأمه وأن يتركه في واد غير ذي سرع في مكة ويرجع إلى الشام ففعل واستجاب ثم بعد ذلك رأى في المنام أنه أمر أن يذبحه بعد أن بلغ معه السعي وبنا معه الكعبة فبادر أيضا إلى ذلك قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فامر ماذا ترى فابتلاه الله بكل هذه البلاءات فنجح في كلها وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعدك للعسيمة فاستحق الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله فهو خليل الله جل جلاله ولهذا هو خاشع في كل أمره نحن الآن نحاول أن نخشع في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خاشع في البيع والشراء والأكل والشرب والنوم وكل التصرفات لأن كل عبادته هي صلاة لله وعبادة له كل تصرفاته أيا كانت كلامه قتاله ركوبه سفره مخالطة أهله أكله شربه كلها لله جل جلاله فهو خاشع في كل ذلك ولذلك لم يكن يضحك هذا الضحك الذي نضحكه نحن فنحن لا نضحك حتى يسمع الصوت الرسول صلى الله عليه وسلم من خشوعه ضحكه لابتسامه إذا ضحك جدا بدت نواجده بدت أنيابه فقط من الضحك ولم يكن يسمع له صوت في الضحك كان بأبي هو ومي صلى الله عليه وسلم الشديد الخوف من الله جل جلاله إذا ناجاه أطال في قيام الليل تتورم قدماه من طول القيام وتتفطر فلما خاطبت وعائشته ذلك قالت ليس قد غفر لك ما تقدمه ما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ويتأثر بخشوع شديد عند سماع القرآن قال من مسعود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك القرآن قلت يا رسول الله أقرأ وهو عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فنظرت بإذا عناه تهملان وكذلك من خوفه من الله وخشوعه له أنه كان إذا أقبل المطر تذكر أخذ الله وعقابه كان يدخل ويخرج حتى ينزل المطر خشوعا لله جل جلاله لما سألته عائشته عن ذلك قال خشيت أن أكون كقوم يهود قالوا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم وكان صلى الله عليه وسلم في خشوعه في صلاته يناجي ربه سبحانه وتعالى ويذكرنا بذلك قبل الصلاة فكان يقول إن المصلية يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجيه وكان يوما في مسجد بني سلمة مسجد لأسرة من الأنصار بني حرام عند جبل السلع فرأى نخاعة أي نخامة في قبلة المسجد فغضب غضبا شديدا حتى عرف الغضب في وجهه وحمر وجهه وقام ما زال يحطها بظهره حتى أزالها ثم دعا بطيبه فوضعه مكانها ونهانا إذا كان أحدنا في صلاته أن يبسق قبل وجهه أو عن يمينه فإن ربه سبحانه وتعالى قبل وجهه وامرنا إذا عرض ذلك لأحدنا أن يبسق في ثنية من ثوبه أو تحت رجله اليسرى إذا كان المسجد غير مفروش إذا كان المسجد متربا محصبا وخشوعه صلى الله عليه وسلمه تعليم لنا لهذا الخشوع أحسنت الله يا فضل الشيخ ونفع الله بك الدنيا والآخرة الله عز وجل قال في كتابه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ربهم وأنهم إليه راجع نعم هذه الوقفات التي نقفها عند هذه الآية فضل الشيخ يعني تعظم من شأن الخشوع وتدل الدلالة أن الخشوع لا يأتي إلا لأشخاص معينين إذا هم اجتهدوا لذلك أرجو التوجيه فضل الشيخ بالنسبة للصلاة أمرنا الله أن نستعين بها على كل أمورنا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة من هي بذاتها تكون مشقة على غير الخاشعين من كان خاشعا يشتاق إلى الصلاة وينتظرها في وقتها ويتلذذ بها ويسعد بها ويستعين بها على كل أموره فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة فالله قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فمن كان خاشعا لا تشق عليه الصلاة ولا تكون كبيرة عليه بل تكون سعادة وراحة وطمأنينة وذلك أنه عند خشوعه يأنس بربه جل جلاله ويقبل عليه بقلبه وبكليته ويتأثر بذلك الإقبال تأثرا بالغا فيحس به حلاوة إيمانه وحلاوة محبته لربه وحلاوة شوقه إليه الذين يظنون أي الذين يوقنون فالظن هنا بمعنى اليقين يقين نعم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ملاقوا ربهم في حال صلاتهم فهم يناجونه وأنهم إليه راجعون عند موتهم فأولئك هم الخاشعون يستحضرون أنهم حالا على موعد مع الرب جل جلاله ولذلك يشتاقون إلى هذا الموعد وقد أنعم الله علينا بأن جعله متعددا في اليوم وجعل لنا أيضا أوقات أخرى التي ليس فيها صلاة واجبة كثير منها فيها أوقات باحة شرع الله فيها الصلاة كالليل كله وكما بين طلوع السمسل وارتفاعها إلى سوالها وهكذا ما بين الظهرين وهكذا هذه أوقات ليست فيها فريضة ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها وقت إباحة للنفل ليتنافس الناس في القرب إليه والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى وهذا الخشوع الذي وصف الله هنا صاحبه دائما تغلبه نفسه إذا كان نائما وحان وقت صلاة لا بد أن يسق إذا كان متعبا لا يمنعه ذلك من أن يصلي لله قيام الليل إذا كان مريضا لا يمنعه ذلك إذا كان كبير السن لا يمنعه ذلك قال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنة الهدى وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنة الهدى ولا عملي لو أن كل أحد منكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللت ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف وفي سلفنا الصالح أنثلة عجيبة جدا أبو إسحاق السبيعي رحمه الله كان كبير السن تجاوز الثمانين فكان لا يستطيع القيام حتى يقيمه رجلان فإذا وقف في النافلة أحرم وتركاه فربما قرأ البقرة وآل عمران بترتيلا في ركعة واحدة الله أكبر هو قائم هو لا يستطيع القيام أصلي الله أكبر والأهل الصلاة يجدون فيها سعادة ولذة لا يعدلها عندهم شيء خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أراد قريشهم قتله وصلبه استأذن فقط أن يصلي ركعتين فصلاهما خاشعا لله سبحانه وتعالى ثم نظر إليهم فقال والله لو لا أن تظنوا أنني جزعت لا أطلت فيهما هو مقرب القتل الموت ولكنه يريد أن يختم بالصلاة طيب فضل الشيح صلى إليك ونفع الله بك في الدنيا والآخرة كثير مننا يصلي ويحافظ على صلاته ولله الحمد وهناك رجال ونساء يحافظون على صلاتهم وكثير لله الحمد أن الصلاة عز وجل أن يكثرهم وأن يثبتنا وإياهم على المعارضة على الصلاة ولكنهم يبحثون عن الخشوع في صلاتهم فلا يجدون لذة لهذا الخشوع البعض منهم يحاول أن يخشع في صلاته فلا يستطيع فما الموانع فضل الشيخ التي تحول بين العبد وخشوعه في الصلاة؟ بالنسبة للخشوع يحول دونه كثير من الأمور منها ذنوب الإنسان لأنه هو سعادة وذنوب الإنسان تحول بينه وبين هذه السعادة كذلك منها انشغاله عن الله وعدم استحضاره لنفسه بين يديه كذلك عدم إتقانه لطهارته كثير من الناس لا يحافظ على وضوئه وطهارته وغسله على الوجه الشرعي الأفضل والأكمل وسواكه ونحو ذلك كذلك من ما يمنع الخشوع عدم تدبر القرآن فهذا القرآن تدبره يحصل به هذا الخشوع العظيم كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة وبقراءته وتلذذ الإنسان بأنه كلام الله وبتلاوته له وتفهمه لمعنى يحصل له هذا الخشوع كذلك جهل أحكام الصلاة مثلا كثير من الناس لا يعرفوا أنه إنما طلب منا رفع اليدين عند التكبير لنبذي الدنيا وراء ظهورنا طلب من القبض في القيام للمسك أيدينا عن الحق وعن التصرف حتى نبقى على هيئة واحدة نثبت على هيئة واحدة شرع لنا كذلك يمساك الركبتين في الركوع لحصول الاستقامة والاستواء وكذلك في السجود أن نسجد على سبعة أعظم حتى تكون تحميل البدن بالتساوي لنستقر ونذبت كذلك في هيئة الجلوس كل هذه الهيئات مقصودة حتى هيئة عقد الأصابع في اليد اليمنى في وقت تشهد للتوحيد والتثبيت والإشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وهكذا في كل تصرفاتنا أيضا حتى الأقوال التي شرعت لنا فنحن نقول الله أكبر من استحضر معناها ملأت ما بين السماء والأرض معناه أنه أكبر سبحانه وتعالى هو الأكبر ووحده فكل ما سباه ليس كبيرا أصلا فهو جل جلاله أكبر كثير من الناس يظنوا أن أكبر أفعال التفضيل لأنه معناها أكبر من خلقه هذا غير صحيح هو أكبر معناه هو المتصف بالكبرياء وحده لأن أفعال التفضيل تكون بين المشتركين تقول هذا أكبر من هذا أما الله جل جلاله فلا شريك له لا يسرك واحد من خلقه فلذلك هو أكبر سبحانه وتعالى تبث الشيخ السخمار لحديثكم هل هناك أيضا أن تضيف لنا أسباب باطنة تعين على الخشوع في القلب نعم لا شك من أهم ما يعينه على الخشوع أن تسأله الله سبحانه وتعالى أن تتعلق به وتدعو به كذلك أن تتدبر القرآن كذلك أن تستحضر قبل الصلاة تهيئ نفسك فتكون جاهزا بكهرة الاستفار بردعة الصلاة كهرة الاستفار والتعوذ كذلك دعا الاستفتاح هذا المقصود به أن تدخل إلى الصلاة وأن تهيئ والغريب أن هذه الصلاة إتقانها بخشوعها وحضورها ونيتها كأنا أمثلها دائما بالسياقة سياقة السيارة يتعلمها الإنسان فالسرعة الأولى تكون ثقيلة والسرعة التي تليها كذلك أما السرعة الثالثة فتخف معها السيارة تنطلق والرابعة والخامسة تنطلق تماما إذا كانت في مكان لين وعث فتحتاج إلى دفع رباعي فكذلك الصلاة الركعتان الأوليان لا بد فيهما من الشدة والثقل ولذلك شرعت فيهما السورة بعد الفاتحة الركعتان الأخريان ما فيهما السورة بعد الفاتحة الجرسة الوسطى هي من مثابة المكان الوسط بين السرعات السرعات نعم وقاتل الصلوات الجهرية يحتاج الإنسان والجهر فيها فهي أوقات الشدة كان الإنسان يقطع وعثا ومكانا لينة فهي من مثابة الدفع الرباعي يحتاج إليه الإنسان فلذلك يتعود الإنسان على إتقانها وبذلك ينال الخشوع نعلم أنه لن يخشع في الصلاة كلها من تكبيرة الإحرام للسلام هذا متعذل لكن يخشع وكل من قطع خشوعه جاد للشيطان وحاجة وحتى يرجع نفس تريد أن تخرج من الباب فإذا ردتها وخارجت من نافذة فإذا ردتها تحاصرها حتى تستقيم لك في الصلاة فكذلك الخشوع لا بد فيه من هذه المجاهدة في كل صلاته نعم يتعود عليه الإنسان في بعض الأحيان ويستشعره ولكن الغريب أنه في هذا القرآن كل له رزقه فيه بعض الأحيان أنت تخشع عند ذكر الجنة والنار وآخر يخشع عند ذكر الموت وآخر يخشع عند الثناء على الله وآخر يخشع طيب فضل الشيخ يعني عن ابن سعيد ابن العاص قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي بكبيرة أي ما لم يعملها وذلك الدهر كله رواه مسلم هل نستفيد من هذا الحديث أن تكفير الذنوب يكون بسبب الخشوع الصلاة وما الوقفة التي نقفها مع هذا الحديث والشيخ نعم بجن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام فيه إحسان فإذا أحسن الإنسان وإسلامه كفر ذلك سيئاته كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه مح الله عنه كل سيئة كان زلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمزالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها فهنا قال فحسن إسلامه وكذلك الصلاة حسنها مقتضم من الإنسان أن يخشع فيها وأن يحسن طهورها فإذا تطهر وأحسن الوضوء فذلك تهيئة للصلاة معناه أنه يهتم بها فإذا أحسن الملابس وأستاك وتطيب وتطهر وأخذ من طيب بيته فأيضا طهر قلبه من الرياء والسمعة والغضب ومن أمور الدنيا ومن كل ما كان فيها من الهموم وجاء إلى الصلاة فذلك سبب الخشوع فإذا خشع كفرت عنه هذه الصلاة صيئاته الماضية وكانت بمثابة النهر على بابه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كنهر على باب أحدكم من غمسوا فيه في اليوم والليلة خمس مرات فهل ترون يبقى من درنه درن الأساخ هي الذنوب فلا يبقى منها شيء من يغتسل خمس مرات في كل يوم ختامة الشيخ وصية في آخر دقائق لي من يريد أن يزيد في خشوع الصلاة كيف يستطيع ذلك وكيف ينجو بصلاة بخشوعها نعم بالنسبة للخشوع كثير من الناس يتعود عليه بخلواته ولكن الغالب أنه بخلواته إنما سيصل للنوافل وحين أن تكون نافلته أحسن من فريضته وهذا عكس المطلوب والمطلوب أن تكون فريضته أحسن وأكمل ولكن النوافل تكمل الفرائض وما يحصل فيها من النقص فلذلك على الإنسان أن يهيأ نفسه قبل الفريضة فالفرائض التي قبلها رواتب يصل لهذه الرواتب بنية التحضير تحضير نفسه للصلاة هل الرياضة إذا أرادوا أن يشاركوا في الرياضة يسخنون قبله نعم يمنوا لحماء نعم فكذلك أهل الصلاة يهيؤنا وحسنهم بهذه النوافل قبل الدخول في الفريضة ثم بعد ذلك إذا بدأ الإنسان في الفريضة حاول أن يضبط نظره فلا ينظر إلى الأشياء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه خميصة فرأى مربعا فيها هو العلم نظر إليه نظر خاطف فلما سلم خلعها قال أحملوا هذه إلى الجهم وأتوني بإنبيجانيته فإني نورت إلى عالمها فكذا يفتنني عن صلاتي فلذلك كل ما فيها ألوان أو لا تنظر إليه حاول أن يكون نورك في مضيع سجودك فقط ولا تدقق فيه ثم بعد ذلك أيضا حاول أن تمسك جوارحك كلها لا تحق لا تتحرك لا تعدل ملابسك لا تعدل غطرتك لا تعدل عقالك هذا الذي يحصل به الخجوم أحصل أيضا يا فضل الشيخ وأنافع بك في الدنيا والآخرة كل الشكر وتغذيب لكم فضل الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي العلماء المسلمين والمستشار بكل الشريعة والدراسات السلامية بجامعة قطر على هذه الكلمات المباركة التي تعيننا على استحضار الخشوع في صلاتنا وتكون عونا ونجاة لكل باحثين عن طرق السعادة وطرق الخشوع لأن فعلا طرق خشوع الصلاة هي السبيل للسعادة ونصر الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا من مقيم الصلاة وأن يرزقنا الخشوع فيها وأن يوفقنا لأدائها على الوجه الذي يرضاه عنا يا رب أيها المستمعون الكريم إذا أردت أن تحقق الخشوع فعليك أن تستحضر علم الله الواسع الذي يعلم السر وأخفى واستحضر أنك واقف بين يديه سبحانه وتناجيه وتدعوه استحضر تقصيرك وتفريطك وضعفك وحاجتك إلى الله وأعلم أن مما يحقق لك خشوع حضورك المبكر الصلاة صلاة الجماعة في المسجد فكلما بكرت في الحضور إلى المسجد تحتل نفسك جوا روحانيا يجمع شتات نفسك ويغمرك بالخشوع فأقم صلاتك بالخشوع والخضوع ولا تكن مما قال فيه الشاعر وكم من مصلم ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع يرى شخصه فوق الحصيرة قائما وهمته في السوق في الأخذ والدفع جزاكم الله وفضل الشيخ على ما قدمتم لنا في هذه الحلقة ونفع بكم وشكر منصول لكم أيها المستمعين الكرام على الإنصات والمتابعة تقبلوا تحياتي أخوكم عايد القحطاني وتحيات أسرة البرنامج نلتقي على خير في لقاء قادم وفي نفس الموعد بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفينة النجاة حوار الشيخ الدكتور عايد القحطاني ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو ترجمة نانسي قنقر